في إطار مشاركة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الدولي الذي بدأ أعماله أمس برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبتنظيم من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن الأمير الراحل سعود الفيصل القاسم الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة عبر خلالها عن مشاعره الأخوية تجاه الأمير الراحل ونوها سمو الشيخ محمد بن مبارك إلى ما كان يجمعه مع الأمير الراحل سعود الفيصل من علاقات أخوية حميمة عن المستويين الشخصي والعملي ومن تشاور وتنسيق وتعاون فيما يتعلق بعلاقات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والقضايا موضع اهتمام البلدين المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وقال سموه إن الإنجازات التي حققها سمو الأمير سعود الفيصل خلال مسيرة عمله التي امتدت لأكثر من أربعة عقود ومواقفه الشجعة التي لا تنسى وشمائله ودماثة أخلاقه التي تسلب الألباب وتقربه من القلوب تخفف من المشاعر التي يستذكر من خلالها المشاركون في المؤتمر ذكراه أميرا وأخا عزيزا وقائدا حكيما لسفينة دبلوماسية بلاده وأمته العربية والإسلامية وفارسا ومحاربا ومدافعا عن قضايا الحق والعدالة المشروعة كما شاد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بمساهمات سمو الأمير الراحل فيما يتعلق بمملكة البحرين ودفاعه عنها ضد الأطماع الإيرانية وإنهاء الخلاف الحدودي بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وفي إنشاء جسر الملك فهد مؤكدا أن الأمير سعود الفيصل سيظل خالدا وحاضرا في القلوب من خلال إنجازاته ومواقفه معبرا عن عزاء سموه لخدم الحرمين الشريفين ولأسرة الراحل الكريمة وإخوانه وشعب المملكة العربية السعودية وكل الذين عملوا معه وحزنوا لرحيله وافتقدوا رفقة دربه نستذكر اليوم أميرا وأخا عزيزا على قلوبنا جميعا فقيد الدبلوماسية العربية والإسلامية والدولية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل طيب الله وثراه وإنما يخطف من مشاعر الحزن لرحيله أن صاحب السمو الملكي الأمير الراحل يعيش معنا من خلال إنجازاته التي لا تحصى ومواقفه الشجاعة التي لا تنسى وشمائله ودماثة أخلاقه التي تسلب الألباب وتقربه من القلوب لم يكن سموه وزيراً عادية لا تهمه من المنصب سوى الوجاهة واللقاء بكبار قادة العالم في الداخل والخارج بل كان ناسكاً في محراب مهنة صعبة طالما قربت وباعدت بين الشعوب خاصمتها وأشعلت الحروب بينها ثم صالحتها مهمة لا يغتبر فيها الخطأ مهما صغر إنني أسمح لنفسي بأن أذكر بعضاً من مساهماته في العلاقات البحرينية السعودية في الدفاع عن البحرين ضد الأطماع الإيرانية وإنهاء الخلاف الحدودي بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة كما ساهم بقوة في إنشاء مجلس التعاون لدول خليج العربية وبجهوده في إنشاء جسر الملك فهد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ويقول وشائج والمصارح المشتركة لشعبيهم الشقيقين وذلك غيظٌ من فيض تلك الخصالة النادرة لا تنفي عن سمو صفة أخرى قد تبدو متناقضة مع التصف به من سجايا نبيله هي ما يسمى عناد المؤمن الذي يرفض التخلي عن ما يعتقد إنه حق وصواه لا يقبل التنازل عنه تحت أي ذريعة أو مسامة أو إقراء أجدد الرحمة على سموه وأعبر عن العزاء الصادق لقادم الحرامين الشريفين الملك سلمام المعبد العزيز الحفظ الله والأسرة الراحل الكريمة والشعب المملكة العربية السعودية والأمة العربية والإسلامية وكل الذين حزنوا لرحيله وافتقدوا صحبته ورفقة دربه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر